السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الأخوات والإخوان المشتركين في القناة وتحية كذلك لهواجم القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو رقية وتحية لكل مشاهدي هذا الفيديو اليوم أخواتي إخواني لم أكلمكم عن القطع النقدية المالية القديمة وإنما قد نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي هو كيف لهواية جمع العمولات النقدية أن تصنع المليونيارات ولكن قبل ما نتكلم لكم عن هذا الموضوع المرجو من الإخوان الغير المشتركين في القناة أن يشتركوا معي لي لتشجعي على المزيد من البدل والعطاء بالنسبة للإخوان أو للأخوات اللي عندهم شي ملاحظة أو لا استفسار أو لا انتقاد فمرحبا بتعليقاتكم وقدرنا أخذها إن شاء الله بعين الاعتبار كما كتشوفوا أخواتي إخواني هذه العمولات النقدية فهي كلها قديمة ونقدرون نوجد ما بين هذه العمولات يعني عمولات فضية عمولات نحاسية وعمولات فقط من النكل أو أحيانا نجد عمولات فيها خليط من النحاس والنيكل وموضوع اليوم اللي نتكلم لكم اليوم هو كيف لهواية جمع العمولات أن تصنع المليونيرات سهلون جدا يعني في بعض الأحيان نقدرون نوجد مثلا بعض القطع النقدية المالية القديمة اللي كتباع بأثمنة خيالية والتي تباع في مزادات وهذه المزادات يعني يعني إش كلك يرتدهم فقط أولئك أولئك هوات جمع العمولات الناس اللي كيبغي يحتفظوا بهذه العمولات عندهم وما هي العمولات التي تباع بأثمنة خيالية أو عمولات التي تصنع المليونيرات هي العمولات التي تكون لرؤساء لم يمضوا في الحكم كثيرا مثلا مثلا كالرئيس الأمريكي الذي اغتيل جون كينيدي فبعض عمولاته تباع بأثمنة خيالية وكذلك هناك بعض العمولات التي تكون غالية الثمن هي العمولات التذكارية لأننا كنوجده سنفينين من العمولات مقدر من وجده عمولات تذكارية وعمولات متدولة العمولات المتدولة هي العمولات التي يتداولها عمّة الناس يعني كتكون في البيع والشياء يعني كتكون موجودة كتكون بكثرة أما العمولات التذكارية فهي تكون بكمية محدودة يعني كتكون قليلة لذلك فنجد تهافت الناس على جمع هذه العمولات ومثلا بالنسبة لهو جمع العمولات هناك بعض القطع النقدية اللي مثلا نلقاهم هدليوم أو هدشهر نلقاهم بأسمينة عادية ولكن بعد مرور سنة أو لسنوات يعني كالضاعف الثمن الذي تبع به وبالنسبة لهوات جمع العمولات أغلبهم يعني اللي تكون مثلا الأدكية أو منهم اللي كيحتفظوا بهذه القطع بعض المرات كيحتفظوا بخطع اللي كتكون غالية وكيوضعوها في مزادات وهذه القطع يعني تقدرو يعملوا لها واحد ألبوم وكيعملوا لها بواحد سرتيفية سبحال سرتيفية حقاش بعض البرات تتلقاوا عمولات سن سرتيفية يعني بدون شهده تكونوا أسمينة ديلها رخيصة مثلا الضايم الأمريكي ديل ماركيري ديل 1919 كيتباع مثلا بدون سرتيفية نون سرتيفية 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 حسن 17 دولار 18 20 ولكن من ديسبال دايم أمريكي سرتيفية عنده سرتيفية ديلو يقدر يسباع ب 15 دولار 15 أم دولار ما يقارب 15 مليون مغربية موضوع موضوع اليوم كان هو موضوع كيف لهواية جمع العمولات أن تصنع المليونيرات أتمنى من فيديو اليوم أن يعجبكم أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر